مرحبا من جديد ساعة قليلة تفصيلنا عن دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثالث ولا جديد يذكر بشأن نهاية محتملة قريبة عسكريا وخلال الأيام القليلة الماضية أصبحت الكفة تميل إلى روسيا واصطى حديث أوكراني عن نقص كبير في الذخيرة لكن ماذا عن أمريكا الحليف الأول لأوكرانيا هل تخلت عنها في السنة الثالثة؟ وهل منذ روس يجب أن تتعلمها أمريكا من حرب أوكرانيا؟ تبدل مسار الحرب وبدأت البلدات الأوكرانية تتساقط طباعا بيد الروس وكييف تلملم جراحة مقاتليها فالمعارك لم تنتهي بل دخلت في سنة جديدة يبدو أنها ستكون الأصعب في ظل نقص الذخيرة لدى جيش أوكرانيا يواصل الجنود والضباط الروس التقاليد العسكرية بكرامة وفي المقدمة الذين يشاركون في العملية العسكرية الخاصة أنت تناضل من أجل الحقيقة والعدالة وتظهر الشجاعة في الدفاع عن روسيا أنتم أبطالنا الحقيقيون نحن فخرون بكم ومعجبون بشجاعتكم كلمات بوتين الثقيلة على كييف وداعميها في الذكرى السنوية الثانية للهجوم الروسي تأتي بعد أن حقق الجنود الروس مكسبا ميدانيا هو الأكبر منذ أكثر من سنة وبعد السيطرة على أفيديفكا فطموحات روسيا لن تتوقف هنا بل ستواصل زحفها غربا دون استبعاد العاصمة الأوكرانية من مرمى الأهداف اللاحقة جيش بوتين الذي قلب موازين الحرب في أوكرانيا دفع جيش أمريكا لمراجعة نهجه في القتال فصحيفة واشنطن بوست طالبت في تقرير لها وزارة الدفاع الأمريكية بتعلم بعض الدروس مما حدث في أوكرانيا خلال العامين الماضيين وتطوير حساباتها أما البينتاجون فقد أقر في وقت سابق بأن الحسابات في ساحات المعارك في أوكرانيا تغيرت مع دخول الأسلحة الدقيقة والطائرات المسيرة ومدى خطورتها على الجنود أينما كانوا وليس فقط من ينتشرون على الخطوط الأمامية ومن أبرز الدروس المستفادة من حرب أوكرانيا بحسب الخبراء عودة معركة الاستنزاف إلى الواجهة من جديد على خلاف ما كان يعتقد بأن هذا النموذج عفى عليه الزمن كما أن أمريكا بدأت بالفعل بتغيير اعتقادها المتعلق بالأسلحة الدقيقة باهظة الثمن فحرب أوكرانيا أظهرت أن تلك الأسلحة لا تعني حسم المعركة وفقا للواشنطن بوست الأكثر من ذلك الجيش الروسي أظهر خلال المعارك قدرة واضحة على التشويش على الذخائر الأمريكية رغم محاولات أوكرانيا التغلب على هذه المعضلة من خلال إضافة أجهزة استشعار أو استخدام المسيرات لتحديد الأهداف سياسيا تقول نيويورك تايمز إن الهجوم الدبلوماسي وفرض العقوبات لا يقل أهمية عن الدعم العسكري وهذا قد يبرر تصريحات بايدن الأخيرة التي قال فيها إن على بوتين أن يدفع ثمن أفعاله لكن على الأرض ومع دخول الحرب عامها الثالث تريد أوكرانيا الذخائر لوقف الزحف الروسي الذي قد يصل إلى عاصمتها تنضم إلينا من واشنطن كارولاين روز مديرة معهد نيولاينز لدراسات الاستراتيجية سيدة روز مرحبا بك معنا هل التطورات الأخيرة حاسمة لصالح روسيا من وجهة نظر أمريكية أم أننا ما زلنا في إطار الكارولفر التقدم الذي يعقبه ربما أعتقد أنه من الممكن أن تستغل روسيا العجز الأوكراني في مجال الدفاع وأيضا نقص ذخائر وحاجتهم في تجديد أسلحاتهم وربما روسيا ستستغل هذه الفرصة في الأشهر القادمة في بداية شهر يناير داية هذا العام حاولت روسيا شن هجمات كبيرة ضد الأهداف الأوكرانية ولكن نزارة الدفاع الأوكرانية قالت أن القوات الأوكرانية فقط استطاعت أن تواجه وتردع لبعض من هذه الهجمات والقوات الروسية تستخدموا تكتيكات جديدة على سبيل المثال مع استخدام أو محاولة حجب المسايرات الإيرانية باللون الأسود وأعتقد أن القوات الأوكرانية عليها أن تحاول أن تحصل على مزيد من المساعدة من المتحدة وحلفائها وأيضا تم تكلم عن الأف 16 ولكن من الواضح أن روسيا قد قالت أن هذا خط أحمر وأن قدمت الولايات المتحدة أو الغرب هذه الأسلحة سيكون كإجراءات أكبر وتشن هجوما ضد عاصمة الأوكرانية وربما في غرب أوكرانيا وليس في شرقها وبسبب ذلك أعتقد أن القوات المتحدة وحلفائها يجب أن يحاولون تنصيق وأن يتوقع ما قد تفعاله أوكرانيا روسيا في هذا العام خاصة مع الحرب المستمرة في غزة وأيضا منافسة مع الصين فالتركيز على أوكرانيا قد انخفض وقد يتاجم ذلك بمحاولة روسية لاستغلال هذه الدفاعات الأوكرانية إذن إيران وتهديداتها هي أولوية وتأتي قبل التقدم الأوكراني في الحرب بالنسبة لواشنطن نعم أعتقد أننا عندما نتحدث عن تحاول أوكرانيا فعله في استراتيجيتها وأنهم يحاولون الحصول على دعم أكثر ممكن وأن روسيا ستحاول الاستغلال هذا التركيز تركيز العالم على الحرب في غزة أوكرانيا عقدت اتفاقيات أمنية مع عدد من الدول الأوروبية نذكر منها ألمانيا وفرنسا وذلك تزامنا مع بدء مؤتمر ميونيخ للأمن هل ستغطي هذه الاتفاقيات العجز الأوكراني الحالي؟ أعتقد إلا مستوى معين من المهم أن يكون هناك دول أوروبية أكثر تقدمون مزيد من الدعم وتركز على تسليح أوكرانيا وبالطبع حولت المساهم وتقديم مزيد من الموارد لتأمين سلسلة إمدادات من الأسلحة الدفاعية مستدامة ولكن الولايات المتحدة تركز هذا التركيز عليها لأن دعمهم للأوكرانيا والحكمة الأوكرانية هذا سيكون النقطة الأساسية من الدعم التي تود أوكرانيا الحفاظ عليه وهناك دول مثل إستونيا وألمانيا ولاتفيا ربما يمكن أن تسد بعض هذا العجز ولكن الولايات المتحدة ستكون الضامن الأمني الأكبر التي تريد أن تحصل عليها أوكرانيا لكن هذا الضامن بحسب الواشنطن بوست عليه أن يتعلم الدروس من كل الأخطاء في الحرب الأوكرانية على كل الأحوال سيدة كارولاين هل سيتم التعامل مع الملف الأوكراني بنفس الطريقة في حال أتى رجل آخر إلى البيت الأبيض؟ قد أتمنى ذلك أعتقد أن هذه الإدارة قامت بعمل ممتاز فيما يتعلق بالمخابرات وتوقع أي هجوم روسي وأيضا ملاحقة أي هجوم روسي على الحدود مع أوكرانيا ورصده وهذا سمح لإحتواء روسيا لمسا معين ومحاسباتهم والضمان أن مخابرتهم كانت دقيقة لذلك أعتقد أن هذه الإدارة قد تفعل الأمر عينه إن تم إعداد انتخابها إن كان هناك إدارة مع رئيس ترامب أتمنى أن تكون ممارسات مماثلة ولكن كما نعرف أن هناك قوات أو داعمة لروسيا من جانب ترامب سيدة كارولاين روز مديرة معهد نيولاينز للدراسات الاستراتيجية عذرا لضيق الوقت شكرا لك لكنت معنا من واشنطن